فقرتنا الأخيرة لليوم أكيد المساحة الطبية اللي كتير من الناس بينتظرواها نور ورح نحكي ننتقل لعالم الطفل والأمراض اللي ممكن يتعرض لكتير من الحالات الطفل ما بيعرف يشرح شو عم بيعانيه وشو عم بيصير طبعا نعرف شو وجعه مثل ما بيقوله أكيد زينة بموضوعنا لليوم ربو والأطفال هل يختلف عن ربو والكبار من حيث الأعراض أو العلاج خلونا نعرف ونتعرف من خلال التقرير التالي على ما يبدو أن الربو عند الأطفال أصبح شائعا بشكل أكبر عن أي جيل آخر يمكن أن يظهر فيه الربو بمراحل حياة الإنسان بشكل عام تختلف مراحل المرض بين مريض وآخر ولذا جزء كبير من المرضى تختفي نوبات ضيق النفس في جيل الطفولة ولا تتكرر فيما تعود لتصيب قسما آخر في جيل متقدم وأما القسم الثالث فيبقى المرض ملازما لهم لسنوات عدة وأحيانا يستمر مدى الحياة هناك ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة بانتشار المرض في الدول الغربية المتطورة بالإضافة لذلك لوحظ ابتداء من الستينيات وحتى نهاية القرن العشرين ارتفاع نسبة خطورة المرض بشكل واضح وارتفاع نسبة الوفيات بين المصابين بالربو يصنف علاج الربو عند الأطفال بشكل رئيسي إلى علاج مخفف بواسطة توسيع القصبات مما يؤدي إلى تخفيف الحالة بشكل فوري بين ثواني ودقائق معدودة ولمدة زمنية تتراوح بين أربعة إلى عشر ساعات أما التصنيف الثاني لعلاج مرض الربو عند الأطفال وهو الأكثر أهمية فهو علاج مانع بشكل دائم كده نور لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا بالستوديو الدكتورة لم يالبظنا أخصائية بأمراض الأطفال يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك دكتورة كنا نتعرف مع بعض خلال التقرير التالي عن الربو الأطفال خليني نحكي عن الربو الأطفال هو مش بيخلق مع الطفل هو بيمر بعدة مراحل الصراحة الربو عند الأطفال هو من أكثر أمراض الأطفال شيوعا ممكن يصير بأي عمر بس الأشعة هو بالسنوات الخمسة الأولى يقدر أنه ربو الأطفال هو السبب الأول لتغيب الطفل عن المدرسة في المرحلة الابتدائية فهو من الأمراض الهامة عند الأطفال واللي بلشت تاخد حياز كبير بالشغل بالتشخيص بالمعالجة وبالأعراض الطفل ما بيولد معه ربو بس لقوا أنه أطفال الربو هنا ليش يعني بيكون عندهم هالقصة هنا أطفال بيكون عندهم استجابة غير طبيعية لمهيجات معينة هالاستجابة هاي بتحدد عوامل جينية وراسية وهذا الشي يتأكد أنه في شي جيني بالموضوع وراسي لأنه أغلب الأطفال اللي عندهم ربو عندهم قصة عائلية ربوية يقال أنه إذا واحد من الوالدين عندهم ربو فإحتمال أنه 25% من الأطفال صير عندهم ربو إذا كلا الوالدين عندهم ربو فالإحتمال بيزيد لها 50% الفرق هدول الأطفال ليش بيصير عندهم أعراض ما بيصير عند غيرهم يعني المحرضات الربو كتيرة هلا حنحكي عنا روايح العطرية الدخان الغبار ليش هادا الطفل بيصير عندهم وبيدي التنفسه ليش لا؟ هدول الأطفال عندهم استجابة غير طبيعية لما بشموا هالمحرضات بيحرضوا مستقبلات أو مواد كيموية بالطرق الهوائية هالمواد الكيموية هاي بتتحرر بتعمل زيادة بإفراز المخاط بتعمل تضيق بالقصبات الهوائية وبتسبب نوبة ضيق النفس والربو عند هدول الأطفال نوبة الربوية المتكررة فإذاً هو لا يخلق مع الطفل بس عادةً أطفال اللي عندهم ربو هني عندهم استعداد جيني أو وراثي نعم طب شو بيختلف الربو من الأطفال للبالغين يعني بنشوف أنه في فرق بالأول شي بالوعي أمام أي مهيجات تاني شي مثل ما قلنا بمثلاً فصل الشيطاء بيخافوا أنه مثلاً تصير معهم انفلونزا بيخافوا أنه تصير معهم أمراض تانية بديق التنفس فبياخدوا إلى مثل الإبار ضد الإنفلونزا أو شي هل بتضرن أو لا وخلينا نحكي عن الفرق بين الأطفال والبالغين تمام ربو الأطفال بشبه كتير ربو البالغين بس يمكن هو أشد بيكون عند الأطفال لأنه مثل ما أنه العالية الأساسية بالربو هي إحداث تضيق بالقصبات الهوائية تبقوا جهاز المناعة ما كتير لسه تمام وبالأساس هي القصبات الهوائية عند الأطفال أصغر من عند الكبار كمان يمكن وجودهم بالبيت لفترة أطول تعرضهم للمحسسات أكتر من العوامل اللي بتصير نوبات الربو هي غبار المنزل أو عدة المنزل الإنتانات التنفسية مثل ما أنا العوامل الموروسة في عند بعض جزئية معينة من الأطفال عندهم شي اسمه قلس معيدي مريئ يعني بيصير رجوع لمحتويات الطعام من المعدة للمريء وبصير بعدين دخول على الرغامة مثل كأنه الطفل عم يستنشق هذول الأطفال كمان بيكونوا معرضين أكتر لأنه يصير عندهم نوب ربو حتى كل مريض عندهم نوب سعال غير مفسرة غير مستجيبة بندرسهم مشان قلس معيدي مريئي هالجزئية موجودة عند الأطفال مموجودة عند الكبار هيا عند الأطفال الرضع بتكون ممكن يكونوا مهيئين هن مهيئين لأكثر وغيرهم حتى خلال سنتين أولانيتين من العمر هذول المشكلة عندهم بيكون في عنا رخاوة بالمعصرة اللي بين المريء والمعدة نحنا كلنا منعكل بتسكر المعصرة ما بيصير عودة لمحتويات المعدة للمريء لأنه بتكون غير مكتوية هذول الأطفال تبقى هالمعصرة هيرخوة بترجع محتويات المعدة للمريء والمريء والرغامة هنا بجنب بعض فلما بتسطح الطفل أو خاصة بالليل بيصير في قلس يعني بتدخل محتويات الأكل من المريء إلى الرغامة كأنه الواحد تشردق وهو نايم نحنا يعني منقولها بجملة بسيطة للأم هذول بيحرضوا نوب سعال وخاصة بالسعال الليلي فهي الجزئية عند الأطفال مختلفة عند الكبار الشيء الثاني كثير من حالات الربو بتتحسن مع عمر البلوغ بس فيه بيبقى 25% منهم بيبقوا لعمر البلوغ يعني بيطوروا ربو البالغين المحسسات يعني هي نفسة عند الأطفال وعند البالغين لأنه المحسس الأساسي اللي دايماً منحكي عليه ومنثقف عليه هو الدخان سواء كان بدقي أو سانوي فالبالغ لما بيدخن هو عم يحرض حاله لنوبة الربو مع كل أسف الأطفال الموجودين بمحيط فيه دخان هني عم يتعرضوا لنوبة الربو كأنه عم يدخن الدخان السانوي أو السلبي هو محرد أساسي لنوبة الربو وهي من الشغلات اللي كتير مننبه عليها لما منعمل تسقيف صحي للأم عن المهيجات للربو يمكن أشرتين قطة كتير مهمة دكتورة أنه في بعض أمراض الربو عند الأطفال بتختفي عند سن معين خلينا نحكي عن هيدا العمر بالتحديد وسبب اختفاء هي بتكون هي أساساً عوارض حساسية تتحول إلى الربو ولا كيف بيكون الموضوع لا نحن أساساً ما منقول أنه عنا ربو يعني دائماً في كلمتين في شيء اسمه ربو في التهاب أصابات تحسسي أو ارتكاسي نحن ما منقول أنه عنا ربو إلا لما بصير في عنا تكرر للنواب لما بيكون في عنا قصة عائلية إيجابية للربو لما بنعمل اختبارات مثل اختبارات الحساسية واختبارات وظائف الرئة هلأ بنحكي عليها شوي تانية هذا المريض اللي بنقول عنه ربو أما مريض اتعرض مرة مثلاً مرة لأنتان تنفسه دائماً نشوف أطفال مثلاً بيتلاقي كان عندهم ربو وختفى بيشكل معين في جزء كبير من الأطفال بتتحسن عندهم هالاستجابة غير طبيعية للمؤرجات بيعمر ستة لسبع سنين بتتحسن وبتروح وفي بعض أطفال بيصير عندهم اختفاء للمرض بيرجع بيعمل نكس لما بيتعرض للمحرد فالحمد لله جزء كبير من الأطفال بتحسنوا مع تقدم العمر لأنه بتحسن الجهاز المناي عندهم بتحسن ارتكاسهم غير طبيعي للمؤرجات ومثل ما أنا 25% منهم بس بيبقوا لسن البلو طيب خلينا نحكي عن حالات العلاج للربو لأطفال دون سن الخمس سنوات دائما في شيء اسمه الجينا اللي هو مجموعة يعني توصيات عالمية لعلاج ربو بيمشي عليها كل أطباء الأطفال حتى أطباء الصدرية بروتوكول لعلاج مرضى الربو دائما مريض الربو يصلنا في الثلاث أنواع الربو الخفيف الربو المتوسط الربو الشديد هالتصنيف بيعتمد على أكتر من شغلة على قديش عم يصير عنده نواب بالأسبوع قديش عنده سعال ليلي أو لا وقديش عم يتغييب الطفل عن المدرسة مثل ما أنا الربو سبب من أسباب تغييب الطفل عن المدرسة وأحيانا سبب من أنه بيحدد النشاطات الرياضية واحدة من المحردات لنوبة الربو أحيانا نشاطه ريادي وخاصة بالجو البارد طبعا هدول الأطفال منسمح لهم أنه بعدين لما بصير فيه ضبط لنواب الربو عندهم أنه يرجعوا يمارسوا الرياضة بشرط أنه يأخذوا دوا الربو تابعهم مثل ما أنا العلاج يعتمد على التصنيف الربو الخفيف عادة منعطي فيه موسعات قصبية وهلأ طبعا التوجه العالمي كلاته أنه الموسعات القصبية تعطى إنشاقا عن طريق بخاخات وعن طريق حجيرة نحنا منقلة بخاخات متعددة جرعة أو محسوبة جرعة وعن طريق حجيرة مع ماص لحتى تساعد الطفل أنه يأخذ الدوا الحالات الربو المتوسطة اللي بتكون فيها الأعراض أشد بيكون عنا فيه سعال ليلي بيكون في عنا انقطاع أكتر عن مدرسة هدول المرضى بيأخذوا موسعات قصبية بيأخذوا أحيانا استيرويدات إنشاقية كمان وبيبلشوا يأخذوا وقاية دائما الهدف من العلاج شغلتين نعلم الأهل كيف يعالجوا الهجمة الحادة والشيء المهم هو العلاج الوقائي بحيث نمنع من تكرر النواب لحتى نسمح للطفل أنه يعيش حياته طبيعية المريض الربو اللي عنده نواب شديدة دائما عنده بحيث بنقص من رفقاته أنه أنا ليش غير رفقاتي لما بركض شوي بتعب أنا ما بقدر بغيب كتير عن مدرسة ما بقدر مارس النشاطات رياضية ليش بقوم بسعر كتير بالليل السعال عرض منهك للطفل بالنهاية فلذلك مهم كتير أنه مرض الربو المتوسط والشديد ببليش نحطهم على علاج وقائي الشغلات اللي بتفيد هي مركبات اسمها مضادات لوكوترين هي المونتي لوكست وهال المستحضرات هي هالمواد هي مبدأة أنه بتعمل على منع الاستجابة غير طبيعية اللي إلناها للمحرضات بتمنع هالاستجابة الكيموية اللي بتصير بتعمل تضيق القصبات الهوائية هالأدوية هي منعطيها المساء قبل ما ينام الطفل بس إذا كان الطفل السعال عنده محرض بالجهد منعطيها الصبح أو الظهر لحتى أنا منشبهها أنه هي بتلقط المحسسات وبتمنع من أنه الطفل يصير في عنده أعراض الحالات الربو الشديد منعطي موسعات قصبية مديدة المفعول مو قصيرة المفعول قصيرة المفعول نستخدمها أثناء النوبة الحادة منعطي السيرويدات إنشاقية عن طريق البخاخات ومنعطي كمان مضادات للكوترين حابة وجه هيك ملاحظة صغيرة للأمهاد دائماً لما منقول للأم بدنا نعطي ابنك بخاخ لأم ترتعب طبعاً بتفكر الحرام أنا أبني مريد أنا أبني مريد ربوي هاي العبية راح ترافقه طول العمار وهذا المرض ما بيروح هاي دائماً الفكرة موجودة عند الكل تمام فأنا صراحة بشكركم على اختيار هالموضوع لأنه فرصة أنه ننقل رسالة لأمهات مريد الربو هو مثل أي مريد تاني طبيعي صار فيه له علاج العلاج بيساعده كثير أنه يخفف النواب البخاخات هي العلاج الأساسي لسببين أول شي هي بتأمن وصول الهواء بشكل مباشر للريقتين أنا أحسن ما أعطي شراب عن طريق الفم هو الشراب يدور بالدم ويروح يأسر أنا بالبخاخة عم بعطي الدواء يصل مباشرة للأصبات ما بتعمل اعتياد البخاخات بالعكس هي بتعمل راحة للطفل ما لقى أي تأثيرات جانبية ولا حتى استخدمت على المضة الطويل شوي شوي الطفل بيتعود أنه يستخدمها وكثير من الأطفال بيصوروا هنا بيستخدموها لحالهم فنصيحة للأمهات إذا ابنك عنده مريض ربو في مشكلة بنا نتعامل معها ما بنا نغفل عيوننا عنه ونقول ما بنا نعطيه بخاخات البخاخات كثير بتفيد والعلاج الوقائي كثير بيفيد أنه يخلي ابنك يعيش حياة طبيعية أكيد نحن نشكرك كثير دكتورة لميعة كل المعلومات اللي اعطيتنا إياها والنصائح وإن شاء الله بيستفيدوا بنا كل اللي سمعوها شكرا لوجودك معنا شكرا كثير لألكون على هالمقابلة ننشكرك أكيد إن شاء الله هيك الله يدين الصحة على كل أطفال العالم شكرا كثير إليك شكرا كثير